السلام عليكم أعزائي اليوم تتكلم عن كيف يمكن للسكر أن يدمر نمو العضلات ويدمر أيضاً الدافع الجنسي لديك تناول الحلويات والسكريات يخفض مستوى هرمون التستسترون لديك والتستسترون طبعاً معروف أنه هو مهم لنمو العضلات والصحة الجنسية عندما يخفض هرمون التستسترون تزيد نسبة الدهون في الجسم بسبب ارتفاع هرمون الاستروجين هذا كله يؤدي أيضاً إلى انخفاض في الرغبة الجنسية وإلى مشاكل في الانتصاب وتناول الحلويات أو السكريات يجعلك تشعر بالتعب أيضاً لأن هذه الأغذية ترفع من نسبة السكر في الدم وبسبب هذا سيشعرك بعد ساعة بالجوع مما يسبب شعورك بالتعب عليك اتباع نظام غذائي صحي ومناسب مثل الخضار والفواكه والأسماك واللحوم بكميات مناسبة لوزنك إن شاء الله سفدتم من هذه الحلقة إذا سفدتم منها اضغطوا على زر الإعجاب ولمش يشترك في القناة يشترك ليصلك كل جديد وإذا فيه أي سؤال يسألوني على التعليقات وإن شاء الله بجاوب دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته